السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي ومتابعين قناة معلومات وفنون كل سلام طيبين رمضان على الأبواب ونكمل مع بعض فنوس البرواز 2021 يارب ينولي عجبكم يارب احنا عملنا مع بعض جزئين من الفنوس أول جزء شرحنا فيه العمود ده بيتعمل ازاي وتقفلت الوحدة تاني جزء عملنا إزاي نقص بديل الإزاز ونركبه مع بعض إزاي نحطله برواز أنا معلش أنا قلبة الصورة عشان ما يبانش طبعا صورة صاحبتها فقلت تقليب كده عشان تشوفوا بس إن هو فيه برواز بس قلبتها عشان ما يبانش طبعا خصيات ناس هاو الجنب اللي مفروش بالإزاز بس بالمنظر ده وقفلنا في الجزء التاني الرقبة دي آآ صفين رباعي زي ما إحنا متفقين إن شغلينا كله غرزة رباعية آآ قبل ما نبتيجي بتنسوش تعملونا لايك للفيديو وياريت لو عجبكو الفيديو تعليق كده بماء وتشاروه كده لحبابك وأصحابكم واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشتغل مع بعض ونشوف هنعمل هنبتيجي مع بعض نعم نشتغل بغرزة الرباعية بتاعتنا هنشتغل بالأبيض أول غرزة بناخد فيها ثلاث خرزات الصف ده بيتقال عليه صف نايم أو غرزة طيرة أو تزويد يعني فيه مساميات شامع كل واحد بيسمي برحته ايدي غرزة الرباعية بتاعتنا بنعمل لها كده عشان تجيني غرزة نايمة هنعمل ايه انا بدي حبيتها بتجي معاكم بالغرزة اللي هي الوغدة زاوية اهي بنلدم ايه دي كده بص يعني انا هنا هون شغاليها على اخر الصفة هي هي كده بينا بننيمها كده ممكن يتعلي علي صف نايم اه غرزة تزويد غرزة طايرة اجل غرزة طايرة هوريكو بتعمل ازاي باخد الخيط اللي في اليمين ما بعديش الخيط بتاعي خالص يعني كل ما باشتغل بقم معدي في الخرزية النايمة دي الخيط كده هو لأنا مش هعدي مراجي انا هلدم ثلاث خرزات في الفتلة اللي في اليمين واعمل العقدة بتاعتي اهي كده كده ودخل وشد الفتلة التانية من غير ماعدي الخيط في الخرزة النبيتي اهي كده هو اصبح عندي غرزة طايرة اهي شمشبوكة في حاجة خالص هرجع اعملي اخذ الفتلة اللي في الشمال اعديها من الخرزة النبيتي بالشكل ده اصبح كده عندي في الفتلة خرزتين اضم عليهم خرزتين عشنا اعمل غرزة ربعية شغلنا كله في الفنوس بعد كده هيئمة خرزة وقفة غرزة وقفة هيئمة صف وقف او صف نايم اهو بص عمات ازاي منظرها هنا عامل ازاي بالشكل ده هشتغل بقيت الصف ده كله ربعي اختلت خرزات النايمين دول ربعي وفي قند الزاوية باشتغل غرزة طايرة هشتغلها وارجعلكتين خلصنا اهو الصف ده كده ممكن نفتفي بالصف ده ولو عادت عليه اكتر هنعليه احنا اكتر نعمله صف كمان هنعمل ايه هنعمل صف ربعي واقف صف ربعي واقف ده ما بنزودش اي حاجة بنمشي مع الخرزاية اللي احنا ماشيين معها مافيش لغرزة طيرة ولغرزة طنيس ولا حاجة ولربعي خالص اهي زي ما انتو شايفين كده هنعملها باللون النبيتش اهي كده غرزة ربعية عادية خالص بالمنظر ده كده شغله سهل جدا او انا عشان بحب شغل الخرز دايما شايفة يعني اي حاجة بعملها بشوفها في الاول كده ده صعب اوي طبعا هعمله ازاي بس لما بتشتغليه بتلاقيه سهل جدا زي ما انتو شايفين كده هكمل الصف دوت نبيتش كده واقف واراوريكم شاكله خلصنا الصف اهو زي ما انتو شايفين كده هيتفضلي كده في القعدة بتاعتي صف كمان نايم اهو بنشتغله بقابل ابيض نحن نشغله صف ابيض وصف مبيتي طبعا الفانوس بتعمل باللون اللي انتو عايز رباعي 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 نايم نايم زي ما احنا احنا قلنا في الصف اللي فوق يعني رباعي نايم اللي هو بنحط فيه عند الزاوية بتاعته الغرزة الطايرة هبصة رباعي كده عادي ده كده رباعي وقف نايم هنشتغل هنا عادي وفي الزاوية هشتغل الغرزة الطايرة هخلص الصف ده زي اللي فوق وارجع لكم خلصنا كده الصف هول اطلق هلي بالمنظر ده كده اعطني التدريجة دي التدريجة بتعمل من الصف النايم والواقف كده الراس الفانوس انا لاد مخيط هنا هنشتغل من الصف لجوه مش اللي بره لما اشتغلنا زاوية هنشتغل منين من الصف لجوه برضو بنشتغل صف رباعي نحن نشغل فانوس كله ورزة رباعية هنشتغل الأول ورزة رباعية وقفة باللون اللبت هنشتغل اهي اهي باين كده بنما نزرت كده الوزة رباعية وقفة لو انا حسيت ان الاجاز بتاعي او بجيل الاجاز مش مصبوط اعمل غرزة هنا هنشتغل انا كده كده عامله هنا لو انت حس انت مسلا عملت قصت واسعة فيها حيجة مش مصبوطة بتعملي ايه بتكملي الصف كله او بتعملي اي غرزة غرزة وقفة كده وتعملي واحد عني عكسها نايم مهم تقفلي على الشغل بتاعك بس هو كده معي مسك نفسه ماتين جدا همشي كده بنعجل الخي بتاعنا من الفاتلة الشمال ونكمل الصف كله غرزة ربعية وقفة غرزة ربعية وقفة يعني بنمشي على كل خرزايا غرزة ربعية لابعمل لها تزويد ولا تنقيس بنفس عدد الخرز بطلع بيه هو هو اهو بالمنظر داخل هيطلع معي هيطلع معي شكله كده واقف كده هكمل الصف وركع عملت الدر الاب يض الواقف احنا تحت ما كنا بنعمل دور واقف وكننا بنشتغل بعدي دور نايم لبرا او توسيع احنا بقى هنا فوق هنعمل العكس احنا عملنا هنا دور واقف هنشتغل دور نايم لجوة مش لبرا ازاي نايم لجوة بنجي عند الزاوية دي كده او صف من هنا او صف من هنا بناخد الزاوية بتاعتنا بناخد خراصتين هنشتغل احمر او بيتش هنعمل غرزة ربعية على 2 يعني خدنا 2 في الفتلة لما وغدين الزاوية ونظمنا عليها وعملنا غرزة ربعية لجوة استخد لجوة ازاي هنشتغل بقية الصف ربعي وبرضو عند الزاوية التانية هناخد خراصتين هيبق معنا خراصاية كده هناخد ايه ناخد خراصاية واحدة عليها يبقى كده احنا اخدنا في الفنوس دوت طبقنا الغرزة الربعية العادية وغرزة التوسعة او غرزة النايمة البرة واغي غرزة النايمة لجوة اللي هي بنقفل بها الشغل بنضم الشغل بها بس كده استخد ازاي هنديني مربع داخل المربح هكمل الصف وورا بكم عملنا الصف اهو داخل الجوه ازاي افل الدايرة بعد كده هنعمل ترجعتيني نعمل صف رباعي واقف باللون الابيض عشان نعمل التدريجة دي بس التدريجة دي بدل ما تلقى البرة زي القاعدة بتاعتنا هتبقى هنعمل تدريجة سلم كده الجوه هنعمل دو وقت رباعي رباعي واقف ابيض اول غرزة هناخد تلات خرازات البكاة هنمشيها خرازتين خرازتين نغط ما نوصل لاخر غرزة بنحط خرازية واحد لاحظ نعمل نعمل انا هنا جنيمة وجوه وجوه و جنيمة وجوه كده احنا بنقفل الدايرة بتاعت الفرموس هكمل الصف رباعي واقف وارجع لكم خلصنا الصفة هو رباعي الواقف بالشكل ده بص عطاني التدريجة دي هرجع تاني اعمل رباعي نايم لجوه انبيتي عشان اقفل انا عايز اقفل الدايرة دي عشان بعكين اتلع بالايد هنعمل الرباعي النايم نفس الصف نكرر الصف اللي انبيتي دوت ونججع لكم خلصنا الصفة هو اقفل معي على اربع خرازات على غرزة الرباعية هعمل على غرزة الرباعية دي برضو صف رباعي واقف بالابيض عشان اعمل الراس هنا هنمسك بها ايه الفرموس هنعمل على غرزة الرباعي دوت على الغرزة الرباعية الموجودة هنعمل عليها الايد بتاع الفرموس هنعم بس احنا بنلدم هنعدي الفتلة بتاعتنا هو اي خرزة منه هنشتغلها على خرزتين اصاب بعض هنصص الخيط بتاعنا هناخد خرزتين اي بيدي خرزة في الفتلة الشمال وخرزة في الفتلة المين هنقوم بالمنظر ده وهنعمل العقدة بتاعتنا في الخرزة هنقوم بالمنظر ده هنقوم بالمنظر ده ثمان مرات ونربط في التاسعة باذن الله انا بحاول بقدر الامكان ما طولش عليكم الحاجة اللي بتحتاج الشرح دي باخدها بالتفصيل لكن الغرزة الرباعية والحاجات اللي احنا عارفينها وحفظينها وشرحتها برضو في اول الفيديو للناس الجديدة فانا بحاول اي جزء دوت ما طولش فيه لان كله شبه بعض مش عايز طول عليكم الفيديو مش وقت فيديو وخلص خلص دي هعمل منها ثمان جرز في التاسعة اللي افعت الرابط هقول لكم نعمل فيها ايه عملنا هو الصف ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اخر غرزة باخد خرزايا نباتي وبعد ديها شوف انا اشغالة في الخرزايا البيضة دي وبعد ديها في الخرزايا اللي قدامها بالزبط انا محتفظة بالخط القديم عشان اتبت بيه الاد اعيد بيه بقى في الاد عشان يقمسك نفسه اهي كده بالمنظر ده اهي وبعدين من نفس الفتلة اخذ واحدة مبيتي تانية وعمل العقدة بتاعتي ونشد جامت كده اتعملت الاد بتاعت الفنوس احاول باقي الخط بتاعنا نخش ونطلع بيه زي ما يجي معنا في اليد تحت والخط اللي كان بتاع الشغل برضو هدخله فيه بحيس بيه امتبت الايد بتاعتنا وننظفها وركبنا الايدة هي كده بالمنظر ده نفضل عندنا اخر حاجة نحن نحط واحد الصوت بتاعتنا تحط سهلة جدا اهي في المكان ده كده وندخلها فيه ناس بتحبت تحط عليها خيط او بتمسكها بخيط كده من فوق او بتحطها بتنزاقها بشم بس هي ممسوكة كويس وانا ما بحبش احط حاجة للغرض الواحدة دي يعني مدتها مش بتبقى طويلة مع استخدام الاطفال فمدتها بتبقاش طويلة فما بتخلص منهم الفانوس خلاص كده كل انا عارفين ان الفانوس بمجرد ما تصوت بتاعه بيروح الاطفال بتملوا فدي سهل لقود تغير بنشيلها هنا كده وبنركب واحدة جديدة وهي مش غالية جدا انا جايبها جملة بعشر جنيه دستا مية وعشرين بتتباع عند المحلات القطاعة بخمسشار جنيه وفيه يبقى عبر ترتاشر بس عشان تحيي الفانوس تاني بتجيبيه وده الفانوس بتاعنا كده لما خلص زي ما انت شايفين اهو انا مش عايزة اوري الصورة هي الصورة هي بس مش هدفع طبعا لشان اصحابها برواز جميل جدا الفانوس وشكله شكتين لما خلص زي ما انت شايفين كده يا ريت لو عجبكو الفيديو تعملنا لايك وشير والتعليق الجميل منكم عشان اعرف رأيكم ويا ريت حبيبي اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكبسانا وانطيبين